صرح سيسليم الرياحي أن مجلس إدارة النادي الأفريقي اتصلت بوزارة الشباب والرياضة في خصوص شراء ملعب المنزة وفي صورة ما ما وصلوش للتوافق قال سيسليم أنه باش يبني ملعب عالمي وباش يكون على ملك للنادي مبادرة كما هذه ما فلتتش على حمد المغيربي اللي عمل حوار في برنامجه الأحد الرياحي نتفرجه أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في الأحد الرياحي كما سمعته سيسليم في عامه اللي شاد فيه الأفريقي يحب يأخوا الملمة واللي فم مش هكا أولا نحب نقول لك حاجة يا سيد أحمد أنه نادي الأفريقي عنده قاعدة جماعيرية كبيرة دونك لازم ملعب خاص به ومش هذا بارك قاعدين نخموا باش نكثروا في المشارية كاك تبارك اللي عليك تنشط أكثر من الحكومة سيد أخويا ملا كملت لها أنت بالدستور فرد مر لا سمحني الدستور ما هو شي من أهداف الجماعية سينورا نشرين العريض والبحيري والقصاص دونك توقحنا نلعبوا على البطولة وبعدها الشامبيونز ليج إن شاء الله أنا هي منهم الشامبيونز ليج سيد أخويا متع أفريقيا ولا متع أوروبا والله الجمعية فيها الذوادي وجابو والحداد ومدام فما الحب تلعب وين ما تحب ترى لحظة سيسليم ها وجوك برشا ميلويت خليني نقرأ لك البعض منهم بيه عندك هذو مساعة سيمون ذور قيشي وفؤيد بوندرول وهيثم شمروخ وحسن بلوز وموناء انسانت ربي يخلصوا حالها يسألوه وقته اشتبعث قناة خاصة بالفريق أنا نقول لهم قنات تقول قناوات يملي كل المينيم حتى للسينيور كل كاتيجوري بقناتها وأنا نشط فيهم الكل بطبيعات سيسليم بيه رئيس الجمعية مش لازم نذكر اسمه قال لك بربي نلقاش عندك زوز مليارات الرص الشهر بيش يخلص ملعبيتو شوف منه يلهوه جاك من اسبانيا محب البرشلونة قال لك بجاه ربي يا سيسليم اقف معنا شوية لايمات خطر امورنا مش ولابد اش قولك فلسماتو سيسليم ملا يا سيدين بشر المحبين اللي احنا اخذينيهم استيوديو خاص بتسجيل اغاني الفيراج وحلينيهم معمل متعدون وقمش خاص بالدخلة وبالنسبة للشامريخ والفلامات متقلقش روحك سيدي اخوي اوكا عنا الداخلية على ذمتك اخوذ منه حتى الرشك انتحب ايانا التوى مبقلكين باش نقول لكم عاشت الافريقي حرة مستقلة البطولات لغتها والرياحة رئيسة عاشت الافريقي